يعني قبل عدة أيام من توليه رسميا هذا المنصب وبالتالي التعامل مع كافة الملفات الداخلية والخارجية ولكن الملف الداخلي هو الأبرز بالنسبة لهذه الإدارة الأمريكية ومعها كمان ملف إيران هل إيران هيدخلوا اتفاقوا يرجعوا تاني ولا لأ في مخاطبات في الكونجرس الواتي إنهم يتعاملوا مع ملف إيران بمنتهى القوة ومفيش تساهل مع إيران نتيجة لي إن إيران كمان أخلت بشروط كثيرة جدا في هذا الملف النووي واللي كانت وقعته مع إدارة أوباما قبل رحيله عن البيت الأبيض في عام 2016 مع الاتحاد الأوروبي ولكن زي بولا حكوا مطالبات النهاردة في الكونجرس وتتبنى نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديمغراطية إنه سرعة عزل ترامب من منصبه وإنه يقدم استقالاته أو يتم عزله ولكن هناك حاليا انقسام انقسام في الكونجرس لأنه أعضاء من الحزب الجمهوري رفضين تماما مسألة اتخاذ إجراءات لعقاب أو معقاب ترامب أو اتخاذ إجراءات لعزله من منصبه وبالتالي هددت نانسي بيلوسي أنه على الكونجرس بالكامل يتوحد وقال ليكون هناك انقساما وقالت أن الانقسام ده سيؤدي لمشكلة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وقالت إن احنا لو ما اتفقناش هنبدأ في إجراءاتنا بطريقة الطبيعية والتقليدية طلبوا من مايك بنسي مع الحكومة الأمريكية حكومة ترامب وزراء ترامب إنهم ياخدوا الإجراءات الخاصة بتفعيل المادة 25 من الدستور الأمريكي وعزل ترامب وبالتالي يذهب الأمر يتحول مجلس النواب إلى الكونجرس إلى مجلس الشيوخ وبالتالي مجلس الشيوخ لازم ياخد هذا القرار والنهاردة في تهديدات واضحة وقال إنهم هم بكرة هيعملوا عملية غدا بكرة هياخدوا الإجراءات كان مقرر بارح ولكن أرجعوا الإجراءات إلى يوم الغد الأربعاء في بدء إجراءات عزل الرئيس الحالي دونالد ترامب طبعا بياخدوا هذا الإجراء وقالوا إن احنا ناخد إجراء كمان لمنعهم من تولي أي منصف فدرالي هم عايزين يصلوا هذه النقطة إنه لا يخوض ترامب الانتخابات القادمة في 20-25 هم بيرهنوا على ده إنه ترامب يخلص دلوقتي وما يدخلش انتخابات بعد كده ده الرهان أو ده اللي بيشتغلوا عليه حاليا في الكونجرس الأمريكي أو تحديدا الديمقراطيين وبعض النواب من الجمهوريين وربما يكون هناك طموح لدى النائب الحالي مايك بينس إنه يخوض الانتخابات القادمة عن الحزب الجمهوري ده اللي هتكشف عنه الساعات القادمة يعني مش أيام بعد ساعات هنبقى عارفين إيه اللي بيتحرك فيه الولايات المتحدة الأمريكية ولكن من خوف النهاردة من نتيجة الإجراءات الأمنية غير المسبوقة استعدادات لتنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية الأربعة عشرين يناير ويتولى المنصب رسميا ولكن هناك تظاهرات ضخمة وغير تظاهرات تظاهرات طبيعية ولكن الغير طبيعي المسلحون التهديد أن هناك عناصر مسلحة أربع آلاف مسلح هيكونوا موجودين وهيدخلوا وهيتعاملوا وهيوجهوا وبالتالي إيه اللي رحلوا أمريكا خلال الأيام القادمة هل يتم مواجهة المتصاهرين والمسلحين هل يتم القبض عليهم ويعني زي ما قولك ده إحباط خطة اقتحام أو ضرب أو التعامل مع يوم التنصيب وإحداث فوضى في يوم التنصيب ولا لأ تاني النهاردة زي ما قوله حاكوا تويتر أغلق حسابات سبعين ألف شخص سبعين ألف حساب بقولك رقم أعلنوا عنه النهاردة سبعين ألف حساب من مؤيد الرئيس ترامب أغلقوهم النهاردة مدى الحياة هل حد تكلم مع الأمريكان هل حد قال لأمريكان يا جماعة الناس دي حريط رأي التعبير قال لك لا دول من أنصار ترامب وبالتالي احنا أفلنا حساباتهم أفلنا حساباتهم انتهى الموضوع مين اللي عمل كده حضراتكو مين اللي عمل بكلمك على سبعين ألف حساب على تويتر أغلقت نهائيا مش لحد التنصيب لا لا قالك نهائي بكلمك على رقم لم يحدث من قبل في أي بلد حصل فين في أمريكا الدولة الأولى بتقول لنا الدولة الأولى في الديمقراطية بيتكلموا على حسابات لسبعين ألف شخص أو سبعين ألف حساب أغلقوهم مدى الحياة